هنقول الأول مقادير بتاعتنا بتاعت الكيكة هستعمل تلات تربية كوباية زيت تلات بيضات كوبايتين كوسة مبشورة الكوسة أنا ببشورها بالقشر بتاعتها ما بقشرهاش بخسلها واشيل العنقة بتاعتها وبعدين ببشورها كوبايتين سكر فانيليا نصف كوباية لابا رايب تلت كوباية كاكاو خام كوبايتين ونص دقيق وبعدين معلقة ونصف تضييرين بيكينج سودا البيكينج سودا هي الكربوناتو هي سودا الخبيل التلاتة حاجة واحدة هستعمل رشة ملح رشة ملح ومعلقة صغيرة ارفق هندو طعمها النهاردة وحنشوف الكوسة باين فيها ولاية بس طعمها تبقى غريب هتشوف انا هدواك الكيكة وتحكمي في الاخر احنا بقى هم حيبوا حكم علي في الكيكة دي على فكرة الصوس بتاقي هستعمل 250 جرام شوكولاتة مبشورة اربع معلقة زبدة معلتين حليب معلقة عسل وفانيليا من تاني الكيكة اربع كوباية زيت ثلاث بضات كوبايتين كوسة مبشورة وزي ما قلنا ممكن ابديل نص كوسة ونص جزر يعني كوباية كوسة وكوباية جزر مبشور كوبايتين سكر فانيليا نص كوباية لبن رايب تلت كوباية كاكاو خام كوبايتين ونص دقيق معلقة ونص صغيرين بيكينج سودا رشة ملح معلقة صغيرة قرفة الكيكة بتاعتها النهاردة سهلة مش هستعملها خلاط هنعملها بادينا علشان تبقى سهلة عليهم ان يعملوها هوم الوحدهم في البيت وممكن نعملها على شكل كوبكيكس يعني لو انت مش حاجة تعملها كيكة كبيرة ممكن تتعمل على شكل كوبكيكس وزغنانين الصوس بتاعي 250 جرام شوكولاتة مبشورة اربع معالق زبدة معلاتين حليب معلات عسل وفانيليا رشة يا احمد هنعمل ايه باقي في الكيكة اول حاجة هحط الحاجات السيلة الحاجات السيلة يعني ايه الحاجات الطرية هنحط البيت كسري البيت وحطيه انا هتسر انا كمان عايزة واحدة لا انت ممكن بقى اه اه اميلي البيتة دي انت حطيلي الزيت هنا ها دي خلاص خديه كسريه وانا هحط الزيت برافو استاذ سامح ايوة هلو استاذ سامح ازاي حضرتك طباح النور انا بصراحة مواجب جدا بالبرنام انا مواجب جدا بالافكار الجميلة اللي فيه انتو بتعلموا الاطفال دي ما حاجة اه بالضبط كده لانتو بتغرزوا فيهم مبادئ بتجبر معاهم الله يخليك احنا متكرين لذوقت جدا انا بصراحة بدي فوت للبنات لما دايما مقعدة بتقول ان اعظم طهات العالم رجال لا لا انا مش معادي مهنة انها مهنة شقة جدا فساعات استتت مابتدارش عليها انا معاك بس انا مع حضرتك بس هو بالنسبة يعني انت حضرتك بتجي البنات صوتك اه بجي البنات وصوتك اه بجي البنات وصوتك انت الصغيرة فرح مرسي جدا لحضرتك خلاص اجي هم هنا اهو حطينا الزيت والبيض فيه ايه فيه معانا حاجة سيلة كمان لبن الرايب انا اللي هحط ام اسلام الو ايوة ام اسلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايك يا مدام ايا ازاي حضرتك حضرتك طيبة كنتي طيبة حبيبية قلبي ربنا يخليكي يعني الواحد المسالفي يقولك ايه بنشكرك على انك انت برضو يعني ازاي ما قال للأستاذ اللي قبلي انك انت فعلا بتشكعي الولاد والبنات على الوافة حتى في المطبخ يعني مش الكبار كمان الولاد وبتزرعي فيهم الموضوع دوت نذكرك فعلا جدا يا مدام ايا اللي هيا ليك يا مدام اسلامي ليك ربنا يخليك رأيك النهاردة مين اللي يفوز معنا الولاد الولاد اوكي انا عندي ولاد اخويا برضو اقدم لهم يا مدام ايا خلاص ولاد اخوك يا نتي سيبيلي تليفونهم واسميهم في الكنترول علشان نكلمهم ان شاء الله لان المسابعة دي محتمرة معنا تولا جث السيف ان شاء الله بإذن الله بإذن الله برسيليكي اوكي خلاص بعد كده هو اوكي حنجيب ايه لا حنجيب الكوسة الكوسة حطيها لي اوكي احطه معيكي بس كده بالراحة بس علشان اي ما نلاقيش ان الدنيا بتقع وطرتش علينا هذه الكوسة حنقلبها هقلبيها حط لها السكر بعد كده يا محمد حط لها السكر هنا حط معاشا هاتي 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 هنحط القرفة احنا يا باسي بيدك حبيب خليهوا يحطوا بعشان ايه خليه انت حطي القرفة اللي بوها كده وحط انا ده ومن المعلقة هم بيعمل هم الكايكة بالزبط انا عملت كده براو يا مادام أميرا اهلا بيكي حبيبتي ازايك يا مادام اهلا الحمد لله يا عمر الله يخليكي تسلميلي يا رب وانت زي القمر مرسيه ده من زوقك والله الله يخليكي طبعا أنا بشجع البنات بتشجع البنات ماشي نسخلهم جميل أوز ومنظمين ماشي من عناية الاثنين مرسي يا حبيبة ألف و ألف 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 سلامة لي الله يخليكي تسلم يا حبيبة ألف مرسي ليس وكي يلا ودي آخر حاجة البيكين سودا انا هنعمل السوس على ما هم يقلبوها براحتهم السوس لا هم حطين من كل حاجة اتنين حطيه ده الفانيليا طب حضرتك كاملة لا لا تعلم هم هي لعبة جي حط السوس فاضل السكر السكر هنحط هنا ونقلب حط السكر يا محمد أحط كله خليه خلي السودان تعمل حاجة احنا بداوب الشوكولاتة على حمام مية بعد كده هنحط معها الزبدة حد واحد يمينكم لا حط كامل حط كامل انت الزبدة اهي لازم حمام مية طبعا علشان الشوكولاتة تضوب سامعيني البنات والولاد هنا ما ينفعش ان انا اسيح الشوكولاتة يا ما احطها في ميكرويف يا ما اعملها على حمام مية ايوا حبيبتي ايه مش عارفة تغيب اه انا هعملها لك في الاخر خليني ثواني ادوب السوس ادي الزبدة دابت تقريبا كلها دابت همعيدوا على النار وبعد كده هاخط العسل انا عارفة البيت راح ماشيش خلاص خلاص اهي الكيك هحطه في القلب هكون دهنة القلب كويس جدا واجي الفانيليا اخر حاجة في السوس هدهن القلب كويس جدا وهحط الكيكة فيه وهدخلها الفرن على 180 لمدة ساعة وبعد ما تطلع هسيبها تبرد كويس جدا وبعد كده يكون السوس بتاعنا هيدي شوية ما بقاش سخن قوي وهصبه على الكيكة بصوا انا بفضل اقلب فيها لغاية لما كل اللي فيها يدوب تماما يعني الزبدة دي كلها تدوب ما بقاش فيها اي قطع من الزبدة عملنا الكيكة دخلناها الفرن طبعا احنا عملنا واحدة من قبل الحلقة الصبحية وده شكل الكيكة بعد ما خلصت وهنخط عليها السوس بتاع الشوكولاتة بسم الله الرحمن الرحيم لازم الكيكة تبقى برده عشان ما تعجنش معنا مين؟ حسن يا حسن قال حسن اهلو اهلو ايوه حبيبي ازاي ختمت ازايك امر قولي عندك كم سنة؟ اه شبن ما شاء الله بطل ها قولي حسن مين اللي يفوز النهاردة؟ البنات يا ولد اوكي اه قولي بقى انت عايز تكون معنا؟ اه خلاص سيب لي تليفونك في الكنترول واسمك عشان تكون معنا ان شاء الله اه دلوقتي احنا هنحط لهم يجربوا الكيكة اللي بالكوسة لو ما بيقولولي ما بيحبوش الكوسة رب لا تتعرض لنا احنا بيحبوش الكوسة طب ليه هم احنا منيحبوش الكوسة؟ الكيكة بوسوا الكوسة توازغنانة جداً مش باينة طف كده او اهي بوسوا مليجن شكلها كده او اهي بوسوا مليجن شكلها كده او مع الصوس وهنحطها لهم اشتركوا في القناة